وفي القطاع المصرفي بشكل عام بدأنا نجني سمار الإصلاح الاقتصادي وتقييم للحضرتك للتجربة من البداية تمام هدي مسأل حضرتك مثلاً للمشروعات الصغيرة والمتوسطة تاريخياً كانت المشروعات بتلاقي صعوبات يهم للتوسع أو الشركات الجديدة اللي هي عايزة تدخل للسوق وتعمل مشروع جديد كانت دائماً بتلاقي عوائق موجودة جوه البنوك أنه لازم يقيم زي وزي هاي شركة لازم يبقى فيه مراجح حسابات لازم يكون عنده دفاتر لمدة سنتين وخلاء النهاردة البنك المركزي لما أطلق المبادرة في يناير 2016 حط قواعد أنه البنوك لازم تلتزم بتسليف حوالي 20% من محافظة الثمانية وبأمل أنها توصل إلى 200 مليار جنيه في خلال أربع سنوات ده كان سنة 2016 حضرتك ساعتها كان المبالغ المتاحة والتسليف هذه المشروعات كان في حدود 16 مليار جنيه فقط ده على مستوى الجمهورية كلها النهاردة احنا بنشوف باستمرار ما بين 8 وتسعة تلاف شركة كل شهر بتجني نتائج القرارات اللي نزد بها البنك المركزي مثال النهاردة احنا طلعنا من حوالي 97 ألف شركة من عدة سنوات النهاردة عندنا 375 ألف شركة واخد قروض من القطاع المسرعي الحاجة التانية برضو سعر الفايدة وسعر الدولار نقدر نحكم من خلالهم على تحصن الاقتصاد طبعا حضرتك في الأول شوف يا حضرتك كلها سياسات أدوات نقضية البنك المركزي بيزبط بيها قليلة السوق لما كان السعر عمالة تالي عشان الدولار عمال سعره عالي عمل ايه حبث الناس انها في العملة المحلية سعر الفايدة رفع وكان سعر الاقراض في ذلك الوقت من سنة 2018 كان في هدون 17% الناس عملت ايه سابط الدولار وراحت استثمرت فيه الجنيه المصر تمام الحمد لله جزء من الرد برضو على سؤال حضرتك الدكتور إبراهيم انه كانت الموارد في ذلك الوقت عشان كان سعر الدولار في السوء السوداء عالي وفي البنوك كان منخفض ومع تحرير سعر السفر السياحة الحمد لله النهاردة بتجيب لنا فون 22 مليار جنيه من ثلاثة تحويلات العاملين بالخارج بعدما كانت بتجري على السوق السوداء المهاردة عندنا أربع أضعاف هل دي أثار لتأثير برنامج لإصلاح الاقتصاد؟ بالزبط بالزبط فكلها حضرتك النهاردة بعدما كان فيه قواعد على أي واحد اللي هو حدود معينة علشان يصحب لنارات من البنك المهاردة مفتوعة فالحمد لله كانت فترات لازم يتاخد فيها القرارات دي النهاردة سعر الأقراط في البنك المركزي في حدود 13.5% ما زال مرتفع للصناعة ولا حضرتك شايف أنه مناسب؟ لا هو في الوقت الحالي مناسب أنا أقول لحضرتك لأنه نزل تدريجيا نزل من 17% أوروبا تقريبا إلى النهاردة 13 أوروبا فأما نزل سعر الإقراط في البنك المركزي ده سعر بيبقى مميز لأنه فيه 4% فبتخلق سيولة إن حضرتك لو أخد قرارت وتفعي مثلا 70% منه فيها منه فوائد النهاردة فوائد هتبقى قلة فهيضا يدفع الأصل بتاع القرارت بوطيرة أسرع بس ده كله إحنا بيشوفه خلال شهور قريبة إن النهاردة بقى فيه نقلة تانية من الدولة للتعامل مع القطاع الصناعي والتجاري في مصر نتيجة إن القطاع في مأساة لو المعلومات اللي بيقولوها رجال الأعمال ورجال الصناعة فيه مشكلة كبيرة إن البنوك ما بيتمولش وسعر الفايدة كان مرتفع وسعر الدولار كمان كان فيه مشكلة بس النهاردة فيه تحدي لما بيجي نتكلم على إن الإصلاح الاقتصادي أو برنامج الإصلاح الاقتصادي برنامج لصمار متميزة والكل فرحان بيه بيجي حد يقولك طيب مفاتورة مهمة جدا لازم نتكلم عليها هي الكروض اللي حصلت عليها الدولة علشان يكون فيه برنامج إصلاح اقتصادي متميز النهاردة حراك شايف الكروض هي تحدي ولا ميزة من مزايا برنامج الإصلاح الاقتصادي لا طب إن هي ميزة لأنه حضرتك البنك المركزي دايما محفظ للسوق وبيبص على المتغيرات وبيتخذ القرارات اللي هي زي ما شرحت لحضرتك بالنسبة لي مثلا المشروعات الصغيرة المتوسطة طب النهاردة راح قال الإسكان عندنا إسكان وعايزين نشجع الإسكان المتوسط وأن الناس يبع عندها مجال لنا النهاردة الحمد لله في خلال من السنة السنتين اللي هو لما أطلق المبادرة النهاردة عندنا في حدود 3 مليار جنيه ونص قروض في الإسكان اللي شجعت الشباب اللي يروح ويبقى عنده المكان بتاعه بأسعار مخفضة ما زلنا في حاجة لكروض المفترض ضمن سمار برنامج الإصلاح الاقتصادي إن احنا هنتوقف عن المكترات لا خالص وخاصة إن احنا سمعنا من فترة صغيرة إن كان فيه اعتذار من البنك المركزي على كارد جاي المصر من مؤسسة دولية بالضبطة ليه لأنه خلاص الحمد لله زي ما قل حضرتك الدولار متوفر والقروض دي بتتأخذ على أساس إنه بتعمل توازن في سلة العملات وبتغطي فجوات معين يعني مليا ومصر مليا إحنا في مرحلة جاني سمار بالضبط الحمد لله على أرض الواقع حاجة أخيرة بس أحب أقولها مع تخفيض سعر الفايدة والبنك المركزي يخد قرار مؤخرا برافع معدل خدمة الدين إلى خمسين في المائة دي الحرك مصر بسيط يعني ده بيخلق للأفراد إنه يبقى عنده سيوله أكتر إنه بيقدر عنده قدرة إنه يدفع قروض وياخد قروض أكبر في واحد يجي يقولك الله طبعا إيه ده ده قرد استهلاكي لا مهاش قرد استهلاكي أنا فعلا قرد استهلاكي بس ورائي مصانع عمال بتخلق فرص عمل ومنفذ للمواطن اللي معندوش منفذ آخر بالضبط يعني فبتبقى محفظة برضو للاقتصاد لإنه فيه وراها مصانع وحاجات سعالة كتيرة وعالميا أنا الحقيقة يعني عيشت بره فترة ومشارية عمري مشارية حاجة كاشي النهاردة أنا طول عمري على طول كان بالنقصات الشهرية وبتيجي مع فوطير الغاز مع فوطير الكهرباء تلاجة غسالة متجازمة احتراني كله بيجي بالنقصة الشهر وده المتوقع اللي يحصل في مصر مع تحول الرقم من شمول المال بالضبط لأن النبط حتى الناس بتاتي تتوع بذلك والنهاردة أنا زي ما بقول حداتك عندنا 17 ونصف مليون عميل فرد واخدين تسئيلات اعتمالية من القطاع المصراطي أهم حاجة بقى أستاذ محمد أنهم ما يتحولوش لأسماء في الآي سكور يعني لا ما كلهم ما تضيف في الآي سكور هو مش عملية يا قصدك تحولوا للقايمة السلبية لا القايمة السلبية بيدخلها بعد 180 يوم من عدد الدفع طيب الحمد لله لست يعني فيه وقت ان كل واحد يضبط فيه وقت ان كل واحد يضبط أحواله يروح يجدون مع البنك يطلب تأجيل القصد يشوف انه بدلا بياخد بطاعة تمانية في بنك تاني وينقو بيدخل موضوع الآي سكور ده ده حلقة بحضة إن شاء الله إزاي ممكن يدعب به اشتراطات وشروط وزاي بتعملوا مع العملاء خاصة ان فيه ودرات دلوقتي من البنك المركزي إن شاء الله ومصانع كتير في انتظار انها تتشال من البلاك آي سكور علشان تقدر تعود الحياة مرتا إن شاء الله اشتركوا في القناة